أكد مصدر أمني أن الاتصالات المكثفة على خط أنقرة بغداد أربيل أسفرت عن اتفاق أمني مهمة وبين أن أنقرة كانت تحاول الحصول على دعم بغداد والحجد الشعبي ضد العمليين بمقابل تنفيذ الطلب الأكبر لبغداد والذي يتعلق بالخطأ التجاري المسمى بطريق التنمية والذي سيربط العراق بأوروبا عبر تركيا وأضفوا أن نية أنقرة تتلخص في شن هجوم كبير ضد وجود حزب العمال في العراق وأنها تريد تنفيذ هذه العملية بدعم من بغداد حتى لو كان بمشاركة قوات الحجد الشعبي المتهمة بأنها تضم فصائل مدعومة من إيران